السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه من شر الشياطين ووساوس الشياطين اللهم أمين يا رب العالمين ومن عين الحاسدين ومن الصحرة ومن كل داء اللهم أمين آمين يا رب العالمين مع برنامج أرق نفسك أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الرقية الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ومعكم فضيلة الشيخ صالح سعد أهلا ومرحبا شيخنا الكريم مرحبا شيخنا نبتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بأنكم بفضل صحة بذلك الله خير بني بارك في حضرتك اللهم أمين طبعا يعني احنا التقينا من قبل لكن على غير هذه الشاشة شاشة الصحة والجمال وجلسنا مع بعض فاحنا شغلنا كله بفضل الله عز وجل قرآن وسنة نعم بفضل الله بفضل الله عز وجل وذلك فضل الله مشاهدين كرام مع فضيلة الشيخ صالح سعد الليلة إن شاء الله هنتكلم عن القرين بعض الناس شيخنا الحبيب يقولون هناك سحر قرين عشق قرين بداية ما القرين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في سورة فصلت وقيضنا لهم قرناء فزيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم قال الله تعالى في سورة قف قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد هذا هو القرين قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ووكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قال صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغرتي يا عائشة قالت أولا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجائك شيطانك يا عائشة قالت أومعي يا شيطان يا رسول الله قال نعم قالت رضي الله عنها وأنت قال وأنا لكن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير قال صلى الله عليه وسلم في وساوس الشيطان الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة أصبح بالاستدلال من القرآن والسنة أن غاية عمل القرين هو الوسوسة والإغواء والهمز واللمز لكن لا يتدخل القرين إطلاقا في مسألة السحر نعم لا يتدخل القرين إطلاقا يعني بعض الناس الذين يدعون هذا أن القرين في سحر قرين في عشق قرين أن القرين هو اللي بيأثر على الإنسان وعلى جسد الإنسان وتصرفات الإنسان بالسوء أو يجعله يفعل الأفعال أو الأعمال التي لا تليق أو الإنسان يكون على غير طبيعته هل الكلام ده صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يقول العلماء غاية فعل القرين هو الوسوسة والإغواء فقط لكن التعاون مع الصحراء ليس للقرين دخل في ذلك وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكن ابن أدم قرينه من الجن وقرينه من ملئك هو ليه الكلام عن القرين الشيطان فقط في قرين ملك في قرين ملك تبليه لما لم يتحدث الناس عن قرين الملك حضرتك ممكن تكون ذهب إلى مشوار ويأتي في قلبك أو في روعك عدم الذهب حراك مش عايز تروح المشوار تبليه حراك لا تعلم أو يكون في تردد مثلا مش عايز أروح نعم فحضرتك تجلس لم تذهب إلى هذا المشوار بعدها بفترة يتضح لك الأمر أنه كان هناك حادث قدرا وحصلت مشكلة ما في هذا المكان العلماء يقولوا هذا واعظ الله في قلب كل مؤمن القرين الملك الملك الخطرة قد تكون أحياناً للملك بالخير بالعبادة بالمحافظة على السنن على الأذكار لكن بعض الناس وجه كل كلامه إلى القرين يعني إحنا عندنا ملك وعندنا شيطان ملازماً للإنسان نعم حتى الوفاء حتى الوفاء وكذلك الملك نعم حتى الوفاء نعم هذا القرين وده قرين نعم هذا الكلام يا شيخنا يعني يصيب الناس بالرعب والخوف والهلع بما أن القرين موجود إلى الوفاء إذن هو سحر إلى الوفاء وده مش حاصل نعم هذا كذب هذا كذب طبعا افتراء دي أجذوبة يا شيخنا اسمها أجذوبة القرين أجذوبة القرين لكن القرين موجود موجود نعم لكن ما فيش حاجة اسمها سحر القرين وده السؤال أو المحور الثاني في حلقتنا فضل الشيخ صالح يكثر الكلام الآن بين الناس هناك عشق القرين وسحر القرين الكلام ده والناس طبعا بتتردد على البعض ويمشوا في متاهات نسأل الله العفو والعفير صحة الكلام ده الله يحفظك وبرك فيك يا رسول القرين ليس له دخل بذلك أطلاق الشيخ لكن فيه سحر النزيف سحر النزيف لما نجد نتكلم عن النزيف ونربطه مثلا بالاستحاض على ثمين مثال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة أنها رقدة من رقدات الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة هي عرق في الرحيم الحديثين هذين الحديثين يؤكدان أن الاستحاضة هي ركلة من رقدات الشيطان تسبب الاستحاضة بعض الناس أخذ هذا الكلام وحملوا على سحر النزيف الاستحاضة الموجودة الفقهاء قالوا هذا الاستحاضة أنما الأطباء قالوا نزيف كأن السحر بقى نعم نعم هذا يحمل يعني أخذوا هذا الكلام وحملوه على أن سحر الأرحام أو سحر النزيف مرتب هذا هذا ليس له علاقة بالسحر سحر النزيف أو سحر الأرحام هو شيطان مسلط من قبل ساحر على هذه المرأة قد يسكن الرحم بقدر الله قد يسكن الجسد قد يسكن العقل قد يسكن القلب بقدر الله عز وجل يتسبب في النزيف يتسبب في إسقاط الأجنة بقدر الله لكن بعض الناس حامل الأمر يعني خلى الأمر بقى أي إنسان دلوقتي معرر للسحر ليه أصل قرين هو بتدخل في السحر أصل قرين بيتعامل مع السحر لما أن القرين بيتعامل مع السحر إذا أصبحنا كل الناس خلاص يعني كل الناس مصحورين كل الناس ملبوسة ها خلاص بقى كله ملبوس ناس الله سيدة وعلافه الكلام ده صحيح طبعا نعم فالقرين غاية عمله هو الوسوسة والإغواء فقط لكن سحر يعني فكرة شيطانية أو نازع يعني لا يرضي الله عز وجل ده قرين الوسوس ده شيطان نعم شيطان بيقول له اعمل كذا بص الكذا خد كذا سوي كذا ما يخالف القرآن والسن نعم يبدا ده قرين من الشيطان قرين شيطان قرين شيطان نعم لكن ما لهش علاقة بالسحر لا لا إطلاقه ولا سحر الأرحام إطلاقه ولا النزيف كان كل الناس سحرة كل الناس محا قرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الأية صورة قف قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد هذه الآية أخذها بعض الناس اللي بيشتغل في الشعوزة والدجل أسأل الله أن يخفل لنا ولهم وصبحانه وحلهم اللهم أمين وقال هذا الشيطان هو السبب في ضلال الإنسان قال ابن عباس وقال ابن عمر وقال قتادة ومجاهد والكرتوبي وغيره من أهل التفسير أن الآية هذه تتحدث عن شيطان الكافر وليس شيطان المسلم شيطان الكافر ليس شيطان المسلم هم حملوها على الشيطان عموما لكن هذا الشيطان مقصود به شيطان غير المسلم أما شيطان المسلم الشيخنا كما يقول العلماء أن الشيطان يتكبل بالطاعة كلما كان الإنسان طائع لله عز وجل محافظا على الصلاوات محافظا على الأذكار محافظا على وردي القرآن يتكبل الشيطان ضعيف هزيل لا يقدر حتى على الوسوسة لا يقدر على الوسوسة الإنسان طلام إيمانه قوي أعماله صالحة ترد الله سبحانه وتعالى حافظ على الصلاة الخمس أذكار الصباح أذكار المساء كل الأذكار الموظف كل الأذكار الموظف نقول عشان نسمع الناس معنا أن الناس تبقى معنا المشاهدين والمشاهدات يرقي نفسه وعند برنامج يرقي نفسك وإزاي يحصن ولاده وإزاي يحصن بيته وزوجته ونفسه وكل مكان بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنه القلوب يعني عشان الناس برضو ما تخافش نحن نتكلم شياطين وقرين فما يقولك بس إبقى أي حاجة تحصل ينسبونها إلى القرين أو إلى الشيطات شيخنا بيتصلوا يقولك القرين أنا بعاني من القرين بقى إلى عشر سنوات هو القرين موجود إلى الوفاة معك من الولادة موجود من الولادة إلى الوفاة هو يظن أن كلام فلان وفلان كلام صحيح أن القرين هو السبب في كل ما أحيانا بعض الناس يتصل يقول أن فيه القرين قرين البنت تسبب في إسقاط الجنين قرين البنت تسبب في الطلاق قريد البنت تسبب أنها لا تصلي استحال الشيطان يصد الإنسان عن الصلاة إطلاقا مش ممكن فيه ناس تولا يصلي يقولك مش قادر هو ما صلي لا بصري شيخنا أمور العقادية لا فيهاش حاسما مش قادر يصلي طيب ما هو بيقعد على الموبايل يمسك بيقعد على الفيس وتويتر ويروح له الدكتور ويروح للمدرسة ويروح له زفته لا خالص النفس النفسه ضعيفة النفس لو ضعفت الشيطان يستغل لها حتى وسوس النفس العلماء يقول وسوس النفس السبب فيها الشيطان لأنه يستغل لضعف النفس طول ما النفسه ضعيفة الشيطان يستغل لهذا الضعف وده نجده في رمضان لما تكون الشياطين مسلسلة نعم الإنسان بيرد إلى نفسه نعم فأفعاله التي لا ترضي الله هو نفسه نعم هو ده هو يعني مش الشيطان هنا هو هو الإنسان اللي ضعيف نعم فأفعاله كلها بتبقى نسأل الله العفو والعافية لكن مش كل الشياطين مسفضة في رمضان المرضى قال صلى الله عليه وسلم عندما يأتي رمضان تصفض الشياطين ومرضات الجان لكن باقي الجن موجود موجود ومع ذلك ومع ذلك الناس بتصلي وتدخل المسجد ويقيب الليل وبيعمل كل عبادات في موجود الشيطان نعم الاستحاضة شيخنا الكريم ربنا يحفظ نساء المسلمين جميعا آمين اللهم آمين آمين هل في السنة ما يجعلها سبب هذه الاستحاضة في مثلا أنها تكون من حدوث الشيطان أو أن هناك فارق بين الاستحاضة وسح النزيف يعني فيه في السنة حاجة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول بهذا الكلام نعم قال صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة إنما هي رقدة من رقدات الشيطان يعني خبطة أو ضربة من ضربات الشيطان وقالي بصلاح السلام أنها عرق عرق موجود في الرحم عرق موجود في الرحم يتسبب في الاستحاضة هذين الحديثين بيؤكدان على أن الاستحاضة هي رقدة أي ضربة من ضربات الشيطان في هذا العرق الموجود في الرحم بهذه الضربة يسيل الدم لكن هذه الاستحادة تكون بعد انتهاء فترة الحيط ليس لها علاقة بالحيط وعندما تحدث الاستحادة الأخت تتوضى وضوء لكل صلاة وتصلي ربما يسأل سائل أو تسأل سائلة طب يعني الاستحادة يعني ليه الشيطان يضرب هذا العرق ويجعل المرأة في استحادة من غير الحيط يعني هل يصرفها عن الصلاة أم هذا هو الأصل أنها يلتبس عليها الأمر فتقول لا أنا مش طاهرة لست على طهارة فتبطل صلاة أو تتعطل عن العبادة أحسن سؤال طيب الله يباركو أمريكو الهدف من الاستحادة بعض الأخوات يتلبس عليها الأمر بسا كان عندي أخت أول أمس بتقول إن الحيط يزيد عن 20 يوم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الهيطة ذكر 6 أيام أو 7 أيام الفقهاء قالوا لا يزيد عن 15 يوما يعني أقصى أيام الحيط 15 يوما طب إزاي الأخت بيحصلها استحادة أو الحيط لمدة أكثر من 20 يوم طبعا قد يكون فيها أسباب تطبية قد يكون فيه سبب طبي في نزول هذا الدم لكن الاستحادة هي رقدة أي ضربة من ضربات الشيطان في هذا العق فأي أخت يحصلها استحادة لابد أن تحصل نفسها لأن أحيانا في شهر رمضان تحدث الاستحادة الحيط في أول الشهر وفي آخر الشهر لو أن الاستحادة أخذت مثلا ثلاثة أيام أو أربع أيام في أول الشهر وآخره إذن الشهر يعني فقدت الأخت من الشهر أكثر من أسبوع أو عشر أيام أحيانا بالاستحادة وهي المفترض أن تصلي وتصوم بعدم بهذا الفهم الخلط بالاستحادة وبيد الحيط بيؤدي أن الأخت أصلا لا تصلي ولا تقرأ القرآن ولا تصوم تتوقف عن العبادة تتوقف عن العبادة ظن منها أنها حيط هي مش عندهش خبرة مش عارفة تفرق بين الحيط وبين الاستحادة فبالتالي هي ملغبطة وفي بعض النساء للأسف إلا من رحم الله ما بتعرفش تحسب حسابتها تقول لها إمتى تقول لك مش عارفة طب وده خطأ كبير المفروض أن المسلمة تكون عندها فقه مت 있는데 في علامات تانية شيخنا و الأمر ليس على مدة الحيطة فقط لون الدم في الاستحادة لون فاتح أي لون الدم في الحيط كاتم قد يكون بني أو أسود الدم الحيط له رائحة كريهة أما دم الاستحادة دم الاستحادة ليس له رائحة الأمر ليس على المدة فقط المدة ولون الدم في أمرات نعم المدة ولون الدم ورائحة الدم نعم شيخنا الكريم ربنا يحفظ نساء المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين يمكن كلمنا النهاردة عن القرين وكلمنا عن استحاضة وكلمنا عن نزيف الناس عندها كله سحر أي حاجة يقولك ده سحر بنتي ما تزوجتش سحر بنتي لم تنجب سحر الولاد عندهم مشاكل سحر الحياة ملغبطة سحر في ناس يعني بتفرط وتكثر من أي حاجة أصدى سحر أصدى حسد أصدى عين إزاي الإنسان يفرق بين هذه الأمور وطبعا كلهم بقدر الله عز وجل وما هم بضارين به من أحدين إلا بإذن الله لإذن الكوني طبعا إزاي الإنسان يفرق بين الاستحاضة والنزيف وبين السحر وإن الإنسان إزاي حصن نفسه شيخنا الكريم شيخنا هذا السؤال يحتاج إلى حلقة نيالنا معاه الآية الحلقة ذكرتها وما هم بضارين به من أحدين إلا بإذن الله هذه الآية تثبت وقوع الضرر أي أن السحر يؤثر والسحر أثر في النبي صلى الله عليه وسلم وعيشة تقول أنه يهيئ له أنه أتى زوجته ولم يأتيها كانه يخير له صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيء ولم يفعله سيدنا موسراء العصحية بقدر الله عز وجل إذن السحر يؤثر هذه الآية تؤكد وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ هذه الآية تثبت أن السحر له أضرار لكن متوقف على المشيئة بقدر العز وجل متوقف على المشيئ نعم أذن الله عز وجل أن يؤثر السحر يؤثر لم يأذن الله سبحانه وحمده ألا يؤثر السحر لا يؤثر حتى لو كان زي ما بقول بعض الناس سحر أسود سحر سفلي سحر علوي كل هذه الأسماء لا تؤثر لكن الناس بيبث فيهم الخوف الرعب أول ما يسمح قصة سحر النزيف تمه طبيعي ممكن ليحصل لأخت نزيف بدون سحر قد يكون مرض عضوي قد يكون مشكلة في الرحم مش شرط يبقى سحر صحيح يعني مش أي استحاضة مش أي نزيف يبقى سحر خالص لا لا قد يكون مرضة قد يكون جينات لكن الأمر ليس كل ما يحدث للمرأة يحمل على السحر ولأسف الأرض يعني بعض الناس شايف أن النساء أرض خزوة للشيطة تفكير بالعاطفة والحيد والنفاس فمعظم شكاوى السحر والمس والحسد منه من النساء طيب شيخنا احنا في الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار مع بعض الصلاوات بنقول سورة الفلق فيها ومن شر النفاثات في العقد كم مرة شيخنا؟ ثمانية عشر مرة في اليوم طمانتاشر مرة ثلاث مرات في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وفي المغرب ثلاث وفي الفجر الثلاث وفي الظهر والعصر والعشر طمانتاشر مرة بنقول يومياً ومن شر النفاثات في العقد انقلت هذه الآية بتدبر بفهم أبداً أياً كان السحر يؤثر بقادر الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ أحد بمثلهما أو ما تعوذ أحد بمثلهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المعاوذات لم يرقي إلا بهم معناه هذا الكلام هذا الكلام معناه معناه نبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الرقع لكن كان مقدم على الرقع الفلق والناس قبل أي رقع تانية فالفلق والناس أخذ منه بمثله وسلم بعد نزولهم لم يرقي إلا بهم إذن المحافظة على الصلاوات على السنن القبلية والبعدية على الأذكار سواء أذكار الصباح أو أذكار المساء أو أذكار النوم أو الخروج أو الدخول أو أذكار المرآة أو أذكار الخلاء في أذكار للمرآة نعم الأخ أو الأخت لما يوقفوا ده من المرآة يقولوا إيه الحمد لله اللهم يحسن خلق يعني لو أحد يستهل كده وقف أمام المرآة بيلبس مثلا نعم هي الأخت في البيت في غرفة النوم نعم ونظرت إلى نفسها أو نظرت بسم الله اللهم حسن حسن خلقي خلقي كما حسنت خلقي هذا الأمر يعني سبحان الله الشيء بشيء يذكر بعض الأخوات الوقوف أمام المرآة بالساعات الوقوف أمام المرآة بالساعات دا شأن الكثيرات آه بعد البنات بقى الصغيرات الرقص ووه والكلام ده عندنا في حاجات شيخنا قد تكون هي السبب في جلب السحر والجن الوقوف أمام المرآة ساعات طويلة الخلاء في الحمام بعض الناس بيقعد في الحمام بالساعات لسه فيه حد بيكلمني بيقول لي الولد ابنها بيقعد في الحمام بالعشرين ساعة طب نخرج نعمل حمام نس تدخل ويرجع تاني عشرين ساعة طب بيعمل إيه في الحمام الولد أصيب لا يتحرك قدرك لا يتحرك يعني فيه شلل طيب العزلة بعض الناس بيشتكي من العزلة بعض الناس قد يكون شاب أو فتاة يطفئ الأنوار ويجلس في الظلام ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشياطان أقرب الواحد من الاثنين طيب ليه ليه العزلة يبقى إذن العزلة شيخنا والمقود في الحمامات عزكم الله والمرآة من أكثر الأشياء التي تجلب الشياطين والجن طبعا مع البعد عن ذكر الله ذكر الله إن إنسان يبتعد عن ذكر الله يبقى عرضة للشياطين نعم أي شيطان شيخنا أي سحر يؤثر فيه بقضاء يعني مثلا سحر الربط هذا من أدفع أنواع السحر ناس كتير تشتكي من السحر معينوا سحر سهل جدا يعني الموضوع من الصعب بالذكر بفضل الله يقرأ البقر خلاص بفضل الله يصدرك عددين ويقرأ الأذكار انتهى السحر بفضل الله عز وجل بفضل الله نعم شيخنا الكريم ربنا يبارك في عمرك ويمتعك بالصحة والعفية وأرقام حضرتك طبعا أرقام المركز مركز القرآن وعلومي موجودة على الشاشة الآن لمن أراد أن يتواصل مع الشيخ أو يعني يكون عنده مشكلة عايز يستفسر عايز يذهب إلى فضلت الشيخ صالح سعد في مركز القرآن وعلومي يتصل ويعرف التفاصيل وأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين أحيانا بتبقى الناس مش عارفة تمشي إزاي نعم فتتلغبط نعم فيروح لمشعز يروح لدجال نعم يروح لواحد يقول له مش عارف هات لي أطر فلان ويعمل لي كذا أو يقول له أو يكون بيعالج بالجن ولا يعز أولها فهو نفسه عفرط ومع جن فعايز يعالج الناس بالعفرطة ويقعد يقول له بقى التاريخ تاريخه من ساعة متولد الهستر التاريخ المرضي التاريخ المرضي يقول له انت حصل لك كذا وانت طفل وحصل لك كذا والتاني يقول له آه حصل فيسلم له نفسه نعم وبحجة أنه بيعالجه طبعا دي الأغبطة كتير كتير من الناس يقعون فيها ولا حول ولا قوتها إلا بالله نعم شيخنا بعض الناس شيخنا يذهب كما ذكرت حضرتك لكن هو لا يعلم هو مش عارف هو عايز العلاج طيب نعرف إزاي بقى شيخنا نفرق بين الراك الشرعي والمشعود والدجال الناس اللي بتسأل عن تاريخ الميلاد عن اسم الشخص واسمه أمه مثلا وبعض الناس يسأل يقول لك اشمعنا اسم الأم تبني ما يسألش عن اسم الأب بعد السحرة التائبين أصلا الله يخفل لنا وله آمين بعدما انقضى فترة طويلة في السحرة تاب وبقى من الدعاء أصلا الله ينفع به يا رب يا رب لما سئل هذا السؤال هو ليه الساحر بياخد اسم الأم فقط قال أصلهم شغلهم دقيق جدا فهو استحال يكون حد لأمين وليهم واحدة فقط فتخيل شوف عمل الصحرة سبحان الله يقول لك لا هو لازم اسم الأم فهو بيأخذ الاسم واسم الأم وتاريخ الميلاد أحيانا أطر كما ذكرت حضرتك أطر يعني حاجة من هدوم وحاجة بالبسها أحيانا بعضهم بيشتغل بالجن الطيار لأن فيه نوع من الجن بسالسهل مقسم الجن الطيار منهم نوع بيطير بياخد العنوان ويشتغل به فالناس دي لما يذهب ويسمع حتى في التلفون اللي فيه ناس بتعاليك في التلفون يقول له اديني الاسم وانا هرد عليك بعد ومين اديني الاسم وانا هقول لك مش عارب اين هذا سحر ولا يجوز ذهاب إليه إطلاقا حرام أطبعا وهو الأصل لا يذهب لأحد إطلاقا الأصل يرقي نفسه الانسان يرقي نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال تعيشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء صلى الله عليه وسلم حديث البخارية ومسلم المرأة التي كانت تسرع وتتكشف عندما ذهبت نبي صلى الله عليه وسلم قال يا طرح صلى الله إني أسرع وأتكشف قال لها نبي صلى الله عليه وسلم اصبري ولكن الجنة قالت أصبري يا رسول الله لكن أدعو لي ألا أتكشف أتكشف الدعاء فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكشف إذن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذه المرأة التي كانت تصرع وتتكشف تتكشف شيخ يعني يظهر جسدها ده شغل شاطئ نعم قد يكون الصرع هنا من الجن وقد يكون الصرع صرع مرضي وهذا الحديث أيضا دليل على أن الدعاء قد يكون سبب سواء المرض عضوي أو غير عضوي يعني هذا الصرع نعم هذا الصرع قد يكون من الجن وهذا الصرع قد يكون احتمال قد يكون حاجة عضوية صرع عضوي قام قسم من القيم الصرع إلى صرعين فالدعاء هذا بفضل الله سبحان الله الله بعدنا نعم صلى الله عليه وسلم لا تتكشف عليه الصلاة والسلام الوقت انتهى بسرعة الله يحفظ خلق معي أسئلة كثيرة ولسه عايزيني كلمة عليك لكن نكمل إن شاء الله بأمدل في اللقاء القادم بأمدل إن شاء الله الخميس القادم بإذن يا خميس القادم قد الآن بنصف ساعة إن شاء الله بإذن منتعك الله بصحة وعرفيه يا شيخ الحبيب فضل الشيخ صالح سعد الله يحفظك الشيخ ومبارك الله فيك وأنا بحبك في الله ومبسوط بلقاء معك أحبك الله سلام عن القرآن والسنة ناس تطمئن ألا بذكر الله تطمئنه القلوب ربنا يحفظك وأرقام حضرتك طبعا على الشاشة لمن أراد التواصل مع فضل الشيخ صالح سعد مشاهدين كرام أسأل الله أن يحفظنا جميعا بحفظه وأن يمتعنا وياكم بالصحة والعفية وأن يصرف عنا وعنكم شر الشياطين ووساوس الشياطين والسحرة والدجالين هذا بالله التوفيق سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته